اشتركوا في القناة 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 بس على فكرة بلينكس الخبر لسه ما انتهى لانه هم بعد اسمعت بانه الممثلة الهندية دي بيكا باتكون والمغني هيري ستايلز رح يظهروا مع ليسا بثالث موسم لدراما دي وايت لوتيس يعني ليسا دي بيكا باتكون هيري ستايلز رح يكون موسم حماس مليون لكن برجع بخبركم زي قديش اذكروا قديش ممتاز بالنسبة لشركة ليسا اللي انشأتها اللي بعنوان ليلود يا ليسا نزلت الشهاد واكدت على حسابها بانه انشأت وكالتها الخاصة اللي بعنوان ليلود واللي عم تحتفل بكل تايلند بتأسيس وكالتها يعني ليسا أصبحت سي اي او الرئيسة التنفيذية لوكالة ليلود هي الثاني ايدول من فرقة بلاك بينك اللي تنشأ وكالتها من بعد جيني جيني انشأت او اي ليسا ليلود وهم بعد جيسو قريبا رح تنضم مع اخوها هتعرفوا خذ النشرة هاي فياس ليسا بصراحة انشأت وكالتها الخاصة وبلش تبحث عن فنانين على موض ينضموا لوكالتها على موض هي تبلش تنتج وتهتم بالفنانين بصراحة انا متحمس اشوف مين اللي رح ينضموا مع وكالة جيني مع وكالة ليسا الحماس مليون بدي اشوف مين الفنانين اللي حيختروهم فبصراحة انا متحمس ومصدوم وحزنان علي بصير قاعد مع فرقة بلاك بينك انو كيف فرقة بالعالمية هاي تنتي هيك ما اقول اشتركوا في القناة